قال خبير الأمم المتحدة في حقوق الإنسان بهايتي إن البلد يعيش أسوأ مراحله مع سيطرة العصابات على نصف جغرافية العاصمة وأضاف ويليام أونيل إن هايتي دمرها العنف المتصاعد وتفاقم أوضاع الصحة العامة وعدم الاستقرار السياسي وضعف المسائل أنا أعمل في هايتي منذ أكثر من ثلاثين عاما ولم أرى الوضع على هذا النحو من السوء مما هو عليه الآن العصابات تسيطر على خمسين بالمئة من جغرافية العاصمة إنهم يحكمون بلا رحمة ويختطفون ويبتزون ويرهبون الناس العديد من مناطق العاصمة محضورة على الشرطة وفي بعض الحالات تتواطأ الشرطة مع هذه العصابات لقد كانت تأثير على الجوانب الاقتصادية والإجتماعية والثقافية مدمرا إذ لا يمكن للأطفال الذهاب إلى المدرسة مثلا أعلن وزير الخارجات الأمريكية أنتوني بلينكين عن تقديم دعم أمني إضافي لهايتي بمائة مليون دولار ودعب لينكين أثناء لقائه رئيس وزراء هايتي عريال هنري إلى دعم دولي لمساعدة البلاد في مكافحة الجانمة خصصت وزارة الخارجية ما يقرب من مائة مليون دولار للأمن في هايتي نحن نركز أيضا على المساعدة الإنسانية ونقدم مبالغ كبيرة لمساعدة شعب هايتي في وقت الحاجة من جانبه قال أريال هنري رئيس الوزراء في هايتي أن بلاده لا زالت بحاجة للدعم متعدد الأوجه مساعدتكم الأمنية ودعمكم الإنساني هو شيء ثمين للغاية بالنسبة لهايتي نحن بحاجة إلى المزيد من الدعم لمواصلة الوقوف في وجه التهديدات ترجمة نانسي قنقر